السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبارك وإيه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة نهاردة الفيديو مختلف شويتين سمعنا عن إطلاق الزي فول سري والفليب الجديد من سامسونج سمعنا حاجة كتير قوي وعملنا فيديو هنا على النظرة الأولية بعدما الأجهزة بقت في إيدي أن أنا أجربها عملت حاجة تانية حياة في الفيديو ده هجاوبك على أكتر من سؤال على السعر وما عاد نزول الزي فول سري وكمان هجاوبك هل لو معاك زي فول 2 تجيب زي فول 3 ولا لا كل ده هتعرفه في الفيديو ده قبل ما نبدأ الفيديو لا تنساش لايك للفيديو سبسكرايب للقناة فعل زر الجرس يلا سامسونج من سنة 2013 ومن قبل 2013 وهي بتسعى ورا تكنولوجيا الشاشات المنحنية طيب فضلت تفكر وتحاول لحد ما جت في 2019 وعملت أول جهاز بشاشة منحنية أو قبلة للطاي عشان منحنية الناس ما تاخدهاش إيج وعملت زي فولد 1 بعد كده عملت زي فولد 2 وبعد كده عملت الزي فلاب 1 معاه وبعد كده عملت الثري والتو من كل جيل إيه الاختلاف اللي ممكن يخليك تفكر في الفئة القبلة للطاي وهل دي تتشال ولا لا مجموعة حاجات حقدر أول هلك خليني بس أقولك حاجة أنا ليه بقول زي فلاب 2 هم لغوا التو هو المفروض زي فلاب 3 بس هو ده تاني جهاز من سامسونج صغير بشاشة بتتطبق النهاردة أنا مش هكلمك في مراجعة أنا هكلمك في الفرق بين الفولد 2 والفولد 3 وهقولك إيه الحاجات اللي ممكن تخليك تفكر تشتري الفولد 3 حاجة بس بسيطة هقولها لك إن ده المستقبل من سامسونج سامسونج ممكن تلغي فئة النوت وهتحول جهاز الزي فولد 3 هو بديل النوت لأنه هو فعلاً حيبقى نوت في النهاية يعني أول حاجة كده هتبص لها من حيث التصميم هتلاقي إن الجهازين كل اللي اختلف فيهم الكاميرا الكاميرا الخلفية هنا بقت 3 كاميرات زي ما أنت شايف كده 3 كاميرات طولية هنا الشكل اللي كان السنة اللي فاتت فيه موبايلات سامسونج أو ثيم بتاع موبايلات سامسونج والظهر هنا مط، الظهر هنا بيلمع لو جيت من ناحية الشاشة هتلاقي نفس حجم الشاشة تقريباً ونفس الحجم من الداخل بتاع الموبايل دول كده الموبايلين قدامك ده زي فولد 2 وده زي فولد 3 فمن حيث الشاشة انت شكلاً مش هتشوف فرق بين الاتنين من حيث الشكل ولو جيت تبص على جزئية الضهر هتلاقي الموبايلين برضو هو هو مفيش أي اختلاف هعرفك الاختلافات فين؟ واحدة واحدة هعرفك الاختلافات فين بس هقولك دلوقتي ان الشكل مفيش أي اختلاف كل اللي ممكن تحسوا ان الوزن في 3 بقى خف شوية من 2 أما هنا في الزي فلاب 3 لا هتحس بفرق واضح في شكل الخامة وشكل التصميم للأسف ما عنديش النسخة الأولى منه عشان أقدر قارن بيها ولكن لو بصيت هنا هتلاقي في اختلاف كبير عن الصورة نيجي بقى للاختلافات الجوارية أول حاجة تقدر تعتبرها اختلاف جوهري ان انت في الزي فولد 2 كان بنسبة 75% تقدر تعتمد على الموبايل كموبايل رئيسي قوي لكن هنا في الزي فولد 3 تقدر تعتمد على الموبايل بنسبة 95% إلى 100% كموبايل قوي كموبايل اعتمادي تقدر تعمل عليه كل حاجة بقى كمان ان هو ضد المية ويبقى عليه حماية اكتر شاملة الكاميرا والوش والظهر والجناب طبقة حماية لو انت عاوز تعرف ارقام طبقات الحماية انا في الفيديو ده باوضح لك الفرقات بشكل سالس لو عاوز تعرف الارقام والشهادات بتاعته تقدر تشوف الفيديو اللي نزل عن الموبايل ساعة الاطلاق على القناة كنت انا اللي عمل حاجة تانية انا بقى فيه حماية على الشاشة يعتبر بنسبة 80% اقوى من الكورنين جوريلا جلاس 6 اللي هي تعتبر اعلى حاجة على الموبايلات التانية قولنا ان هو مقاوم للمية نقطة تانية ان بقى فيه حماية على الكاميرا طبقة حماية خاصة بالكاميرا بتساعد ان الكاميرا نفسها تستقطب الضوء وتديك الصور كويسة الموبايل هنا كاميرته مش هتقدر تعتبرها احسن حاجة ولكن هو هنا بيوفر لك موبايل بامكانيات كتير قوي بس الكاميرا جزء من الامكانيات حاجة كمان حنتكلم عليها وهي بقى السوفتوير اللي بقى في الموبايل بداية الشاشات المنحنية او الشاشات القابلة للطاي كانت بس مجرد منظر ما بتعملش حاجة في الهاردوير بتاع الموبايل النهاردة دلوقتي بقيت تقدر انك تستخدم الموبايل على جزء يعتبر الكيبورد وجزء تاني بتعتبره او بتستعمله كشاشة استخدام في ظل ظروف الكورونا اللي حصل لناس كتير بدأت بتتعامل اونلاين من البيت لا انت مش لازم تفتح اللابتوب علشان كل حاجة انت بكل سلاسة تقدر تفتح الموبايل وتقدر لو انت بتدي محاضرة او حاجة تتحرك قدام الكاميرا الكاميرا هتعملك تتبع علشان تخليك دايما في نص الشاشة فالوفشن هنا بقى مختلف جدا نظام البحث بقى أسهل الفرجة على الشاشة بقت افضل 120 هيرتز اللي بقت موجودة في شاشة داخلية وخارجية الموبايل ده مش موبايل للناس اللي بتفكر انها هتجي موبايل كاميرات خالص ولكن هنا في الزي فولد سري بنتكلم عن تكنولوجيا جديدة بقى عندك كاميرا تحت الشاشة الكاميرا دي بتقدر تديك رؤية متكاملة داخل الفولد اللي موجود جوه او جزء الشاشة اللي موجود جوه وبتظهر لك لما بتكون محتاج انك تستخدم الكاميرا فولد سري موبايل عادي بشاشة عادية لو بصتله من بره من جوه كان مشكلتك انك يبقى معاك تابلت بألم ويبقى معاك موبايل بألم وقصة كده طويلة هنا حللك مشكلة التابلت والموبايل بيه تقدر تستخدم الألم الألم فيه نازل نوعين النوعين دول في النهاية هتقدر تتعامل بالألم ككتابة وانك تعمل تحديد موقع او تعمل كل حاجة من على الموبايل او التابلت بالألم النقطة التانية انك كمان حيبقى فيه موشن مع النسخة البرو اللي تسلسة هتنزل قريبا جدا من الألم تقدر تخليك تصور وتقدر تخليك تتعامل عن بعد معا التابلت فده يعتبر جيل تاني من الاستخدامات بالألم للموبايل او التابلت خليني بقى اقول لكم بعض المعلومات اللي مش معلنة كتير السنة دي مفيش نوت من سامسونج ولو الفولد نجح اعتقد هيكون الوريس الشرعي لسلسلة النوت دي اول حاجة سامسونج ايه البلام بتاعتها سامسونج عندها خطة نوت بيع بشكل كبير جدا الجهاز تم تسعيره عالميا بواحد وثلاثين الف جنيه معالج اللي موجود فيه اعلى معالج فيه اعلى تكنولوجيات لسنة عشرين وواحد وعشرين واعتقد لأول عشرين واثنين وعشرين فيه اقاويل كتير قوي نسعره في مصر اللي انه يتخطى تلاتة وتلاتين الف جنيه يعني من واحد وتلاتين لتلاتة وتلاتين وحيبقى معايا الهدية جراب من مجموعة الجرابات القواية قوي لمنزلها سامسونج اللي بيركب فيه القلم وكمان حيكون معايا شاحن وارلس سلاسي ده بالنسبة للفولد معاد النزول الحاجز ابتدى بشكل رسمي التسعير هيظهر خلال ايام بسيطة ان لم يكن يقوم والتسليم حيكون في اول شهر سبتمبر اللي هو الشهر الجاي شهر تسعة هنا بقى هنتكلم عن الفولد سري دي فولد سري موضوع بسيط جدا هو فكرة انك عاوز موبايل يكون فيه شكل مختلف بشاشة منحنية بنفس الوقت حجم الموبايل في ايدك هو حجم موبايل كبير عادي خالص بس بدايك الحجم ده مجرد ما هتخلص هتقفل الجهاز جهاز يعني مش للناس اللي بتهرس جامد قوي جهاز منه بزنس على الترفيه بشكل كويس الميزة برضو اللي هرجع اقولها لك انه بقى جهازي يعتمد عليه بقى الجهاز عليه طبقة حماية قوية جدا هنا ده هيكون موبايل محبب اللي فيه كبيرة من الشباب موبايل بامكانيات برضو انك تقدر تستخدم الشاشة كجزء سواء فيه تصوير السيلفي بالشكل ده او انك تقدر تتعامل مع الموبايل ككتابة كيبورد والشاشة الناحية التانية هي شاشة الاستخدام انك تقدر تتعامل مع الموبايل لتعمل اكتر من حاجة في وقت واحد ده قصة تانية خالص بالنسبة لسعير الفليب هيبقى في حدود 18-19 ألف وهنا بقى السؤال اللي انا عاوزكوا تجاوبوني عليه في الكومنتات لو هو بسعر ال S21 بلس او ألترا هل هتجيب الفليب ولا هتجيب ال S21 ألترا او بلس بشكرك يا رب ما كنش طولت عليكو ده فيديو حبيت اشرح لك بعض الفرقات وبعض الحاجات اللي مش متعلقة بأرقام وإمكانيات ممكن تكون موجودة في عائلة سامسونج زي الجديدة اشوفكم في فيديوهات جاية سلام